اهلا بكم في مرايا تكلم بندر بن سلطان رجل السياسة رجل الدبلوماسية رجل التاريخ ورجل المملكة العربية السعودية لا بل رجل السياسة العربية بوجهها المضي تكلم فحسم وقال فعبان وكان كلامه كما يقال فصل المقال بندر بن سلطان ليس مجرد سفير سعودي استثنائي في أمريكا بندر بن سلطان ليس مجرد رئيس سابق للاستخبارات السعودية أو أمين عام لمجلس الأمن الوطني أو حتى مقرب من الملوك عبد الله أو قبله فهد رحمة الله عليه وكان أداؤه مع الملك فهد يؤرخ يعني بقيادة الملك فهد طبعا هو إلى ذلك رجل لم يبح إلا بالقليل وذلك طبقا أو جريا على عادة السياسيين الحقيقيين في العالم كله وبالذات في المملكة العربية السعودية لأن السعودية تفضل الأعمال ولا تفضل الأقوال لكن ظهور بندر بن سلطان على هذه المحطة العربية وتتابعون أكيد الأجزاء التي تكلم فيها هو ظهور مميز ومختلف وهو قال في حديثه أنه اضطر لهذا الظهور ولهذا الحديث بالدرجة الأولى حتى يعلم أبناء السعودية والمواطنين والمواطنات ماذا فعلت بلادهم تجاه موضوع محدد هو اختار موضوع القضية الفلسطينية بعد اللغط الكثير الذي أثير ويثار وسيثار دوما حول الدور السعودي للأسف من أناس يعلمون ماذا فعلت السعودية تماما وهم القيادات الفلسطينية وعلى رأسهم محمود عباس أبو مازن محمود عباس أبو مازن رجل قديم في هذه المنظمة ويعلم ماذا فعلت السعودية وقد تحدثنا سابقا عن هذا عن هذا الأمر فبندر بن سلطان بحديثه هذا الذي يتحدث عن أحداث إما هو شاهد عليها أو صانع لها أو سمعها سمع الأحداث ممن كان صانعا لها في طليعة هؤلاء الصانعين للأحداث أو الشاهدين عليها ملوك المملكة العربية السعودية من لحق عليهم ومن سمع عنهم لحق هو على أو شارك بالذات مع الملك فهد وربما الملك فيصل والملك عبد الله طبعا والملك سلمان والأمراء نايف وسلطان رحمة الله عليهم ورجالات الدولة الكبار وسمع من حكى له عن الملك عبد العزيز وأدواره وكذلك الملك سعود كل الأدوار طبعا هؤلاء من القيادة الملكية لكن حتى من رجالات الدورة الآخرين مثل غازي الكصيبي وغيره الأدوار السعودية مميزة وواضحة تجاه القضية الفلسطية لا أحتاج أن أكرر وأعيد كلام الأمير بندر لأنه لا يمكن تكراره يمكن مشاهدته بطريقة سرده الحميمية والفوارة والملئة بالمعلومات وبوجهات النظر السديدة تكلم بندر فكشف النقابة عن وجوه الكاذبين الملك عبد الله رحمة الله عليه جمع أبو مازن واللي معه وجمع خالد مشعل واللي معه من حماس كمعه الأمير السلطان الله كان ولي عهد وردها وجابهم مكة على أساس أن يصلح بينهم حتى نقدر نخدم قيادة فلسطينة موحدة للوصول إلى نتائج إيجابية وتخيل المنظر الوفد السعودي كان يرسه المرحوم الأمير سعود الفيسر وكان عضاءه الأمير ميقرين والمرحوم غازي القسيبي والأخ إبراهيم العساف وأنا وكنا نعمل زيارات مكوكية ما بين أبو مازن وجماعتها من جهة وحماس ووفدها من جهة ثم ذهبوا للقاء الملك عبد الله وبعد ما تأكد من اللي اكتبوه وخله يقرأ أمام الجميع وطلب منهم أنهم يقولون قدام الله خلقه أنهم وافقين على هالورقة وقال اسمع وأنا بشهد عليكم رب العالمين في بيت رب العالمين الآن يا سعود خذوا الأخوان ودهم عند الكعبة وخلهم يتعاهدون تحت الكعبة أن هذا كلام مؤتمرين عليه أمام رب العالمين وأمام الشعب الفلسطيني ما أخذنا عدة أيام بعد ما تركوا المملكة العربية السعودية إلا تجينا الأخبار أن كل واحد يتنصل من ما صار أو يبدأ يعمل عمليات يتأمر فيها على الآخر ولذلك هذه قيمة هذا الحديث أن يحدثك رجل كان جزء من هذا المشهد خلف الستار أو خلف الكواليس هذا كان عن اتفاق مكة بندر بخبرة السنين يحدثنا عن مكمن الداء وموضع العلة في العقل السياسي للقيادة الفلسطينية من هو اللي يعتبرون حليفهم الفلسطيني الآن إيران اللي تجاد تتاجر بالقضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني إيران خماني يبون يحررون القدس عن طريق اليمن عن طريق لبنان عن طريق سوريا القدس لها طريق معروف إذا كانوا يبون رغم كل هذه المرارات رغم كل هذه خنقول باللهجة العامية يعني المقالب اللي عملوها بعض القيادات الفلسطينية في الدولة السعودية وغيرها من الدول العربية لكن تظل القضية الفلسطينية بالنسبة للسعودية هي قضية عادلة هي قضية جوهرية هي قضية محقة أعتقد أعتقد أننا عن حسن نية في المملكة العربية السعودية التاريخيا كنا نعمل نفس الشيء في كل مرة ونعيد تكرار الأسلوب معهم بمعنى آخر يطلبون نصيحة والمساعدة نعطيهم المساعدة بدون شروط ونعطيهم النصيحة ثم يذهبون ويأخذون المساعدة ويعملون عكس النصيحة ثم يفشلون يرجعون لنا ونأيدهم ونحن نعرف أنهم مخطئين ونعرف أنهم يعرفون نقلنا لهم الحقيقة ثم نروح أكثر من ذلك كدولة ونوقف مع العالم ضد العالم ونبرر لسووه الفلسطينيين أنهم كانوا على حق ونعرف أنهم لا كانوا على حق لكن ما كنا نبي نوقف مع أي أحد ضدهم ولا كنا نبي أن موقفهم اللي بالتحليل النهاي ينعكس على الشعب الفلسطيني فكانت القيادة السعودية هذه سياستها دائما ما قاله بندر هو عهد الأباء والأجداد هو عهد الدولة السعودية منذ أطلت بقرنها مأساة القضية الفلسطينية منذ عهد المؤسس عبد العزيز عام 1948 أرسل عبد العزيز لأول مرة جيشه خارج البلاد للدفاع عن القدس وللقتال مع العرب ضد إسرائيل تلك الحرب التي استشهد فيها خيرة رجال جيش عبد العزيز في الدفاع عن شرف أمتهم هو أصعب الأشياء أن الإنسان يضطر إلى أن يشرح ماذا فعل أو دولة تضطر إلى أن تشرح ماذا فعلت لكن لا بد ومثل ما قال الأمير بندر نحن في عصر المعلومات وما عد في شيء يتخبل الآن لازم ليملك المعلومات ويملك الأدلة يظهرها للعلن يبقى الإنسان المنصف الإنسان صاحب الضمير الحي هو الذي يميز والأصل في البشر أنهم يميلون إلى الفطرة السليمة وإلى الإنصاف وما تفعله السعودية شيء يبعث على الفخر ولا يخبأ ولا يطوى ذكره بل ينشر ذكره إثباتا للحق وثانيا حتى يعلم من لا يعلم ماذا فعلت الدولة وثالثا حتى يصبح مصدر إلهام لمن يريد أن يترسم هذه الخطة من الأجيال الجديدة وهي بكل حال سيرة ناصعة وسيرة تبعث على الفخر قال البحتري إذا محاسني التي أدل بها كانت عيوبي فقل لي كيف أعتذر إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر